مساء الخير السلام عليكم مستمعينا ومشاهدينا مرحبا بكم لأيدعتكم رقمية برنامجكم الرمضاني أشغلوا ناس زمان ولي معنا فيه دائما علي وابو عشور يقول لنا أشغلوا ناس زمان مساء الخير مساء الخير بارك الله عليك مرحبا بيك ناس عجبهم البرنامج أشغلوا ناس زمان في الحلقة ديليو قالوا لله قالوا ناس زمان ثلاثة يفرقوا الخوط والصحاب المال والموت ونسق ثلاثة يفرقوا الخوط والصحاب المال والموت ونسق للأسخ للأسخ كن حيدا وحدة كن حيدا شي حاجة وحدة ثلاثة الحيش إذن المجتمع دينا هذي هي التركيبة دياله الناس ماشي كلشي خيبين ماشي كلشي مزيانين والعائلات يعني في المجتمع المغربي عائلات ديالة تضامن التكافور التعايوش والتساموح ولكن بعض المرات تفرق بيناتهم إما المال أو الموت أو النسق المال يجب أن تجد الفلوس ونسا مرتفع طيب ما زالت الموت شدت يا قارا وعارفة رصة المال سبحان الله هو وسيلة الغناء والرفاهية وتمدون والحضارة والرقي وكذا ولكن في نفس الآن هو وسيلة ضمار الأخلاق ضمار المعاملات بالناس والخلق خلافات بالعائلات والأحباب والأهل ولهذا في العائلة الديانال المغربية المال يخلق مشاكل إما عائلة غنية وكي يتم الخلاف بيناتهم على أساس إما الورط وإما يعني حقي وإما 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 وهنا كاعدتاني عائلات لم بعد الموت كي يختلفوا وكي يدابزوا وكي يخلقوا معارك بيناتهم على أولاد الورط وهنا حتى الخواة ما كتبقى خواة كتبقى أنا بغيت هذا ما تأخذوا أنتم هذي وأنا تعطيوني حقرتوني وضلمتوني وفعلتوني كي يقولوني العائلة غارقة في المحاكم وفي المشاكل ومرة غير ببساطة يقلصوا الأرض ويتأنى ويحلوا المشاكل ببساطة وبالعقل بلا محاكم بلا مصائب والدين والإسلام يدعو إلى بلا مصائب بلا مصائب بلا مصائب بلا مصائب بلا مصائب بلا مصائب العائلة تشتت وتمشي للمحاكم ويكتر الخصام ويكتر يعني العداوة بيناتهم وما قادرين يحلوا مشاكلهم بالعقل وبالأداب وبالاحترام أقل الأضرار ثانيا كيقولون النساء بعض المرات النساء كيفرقوا الحباب والصحاب ويفرقوا بالخط والصحاب مثلا واحد المرأة والوالد لم يكن مزوج عزيز على عائلته يحترم كل شيء يحترم والده ويقرهم 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 مرأة تقلبوا على والده على أمه على أبه على ضاره على أحبابه ويقرهم ويقرهم بجموعة العديان ويقرهم 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 وهذا نساء المرات تتاومة يخلقهم مشاكل في العائلات ولكن إن كانوا نساء معقولات تحترم حمادها وتحترم بطراجلها وتحترم والخوت وتحترم العائلة كلها تدخل بخيطة بيضي إلا كان شي مشكل بين الأحباب كلهم ماشي اللي كاتش على العافية لا هذوك ما يجيو عندنا ما نجيو عندهم علاش هذوك تمك بشيت يعضمك تمك مدرسي يعضمك تماناش قاتلك لا 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 يستر لذلك لذلك عائلة عائلتك أنا لذلك لذلك عائلتك لذلك عائلتك لذلك المال والنساء والموت اللي نحق وكلنا سوف نموت ما سوف نبقى في أحد دوام لله سبحانه كل شيء سوف نمشي على جنب كل واحد يمتع ملقى فيكم الحال كل شيء يعيش في الفلا في القصور وكذا الله دائم واحد عيش في الركة واحد عيش في حفرة واحد عيش في كهف ولكن كنا في الخر سوف نمشي رحفرة ويرضع علينا التراب وخلينا المال وخلينا نساء وخلينا كل شيء ومشينا عن الله نتحسبوا على حسب فعلنا وما درناه في الدنيا من آتام أو من حسنات ومن أشياء ديال الخير أيها سيدنا هذا مختصر هذا المثال والله يهدنا نعيش في أمن وأمان وفي ما أحبه وسلام في أسرنا وفي عائلتنا الله يقول ما أحبه بيناتنا والتضامن والتكافل بيناتنا والسلام عليكم وبدأي إن شاء الله نتلقى في حلقة أخرى وفي مثال آخر موسيقى 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 موسيقى